عايزين ننتقل مع حضراتك كده بشايف ايه رؤيتك للوضع الرياضي وكرة القدم في مصر واحنا بجد راحين على فيه خلينا لناخد بداية بس موضوع كلادنبرج من الالف لليا الفترة اللي فاكت دي شاهدت طبعا اخطائك تحكمية كارثية وكان بسببها طبعا الانديا قدمت شكاوى عديدة للاجنة التحكيم والتحاد الكورة واصارت ازمة كبيرة جدا جدا وده دع مجلس ادارة اتحاد الكورة وربطة الانديا برئاسة النائب احمد دياب لعقب جلسة طارئة مع كلادنبرج اللي وضع المقاطع الحروف في الازمات اللي شاهدتها الساعة التحكيم وما اصيرة من ازمات عديدة الجلسة كانت جلسة عاصفة جدا 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 يمكن اتحاد الكورة وربطة الانديا وجوه التهمات الصريحة لكلادنبرج ان فيه تقصير بشكل واضح جدا خلال الفترة اللي فات الدين وده سبب عدم تواجد كلادنبرج بشكل يومي موجود في اتحاد الكورة ولكن الراجل سافر كتير جدا خلال الفترة يعني منذ تولى المهمة داخل لجنة التحكيم وهو ينكر ربما ممكن ما بيعودش اربع او خمس يام على بعضهم داخل مصر وبالتالي ده عامل مشكلة كبيرة ربطة الانديا ان كان وجهت سؤال لكلادنبرج الانديا كلها اشتاكت واحنا بنبعث لك خطابات الشكاوك دي كتير انتو ما بتدرش علينا ليه لازم ترد علينا عشان نقدر حتى نرد على الانديا دي اللي طبعا محملانا مسؤولية اللي اختارتنا اللي احنا جينا في ربطة الانديا بسببه طبعا الاجتماع كان عاصف جدا وقالوله كده بالحرف الواحد لابد ان انت استمر فترة طويلة جدا 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 في مصر عشان تقدر تطور عشان تقدر تعمل حاجة في التحكيم خاصة دي سنة أولى بالنسباله الاولى في الدرجة التانية ده محتاج واحد مستمر طيب اتحاد الكورة كان بتعامل معها ازاي اتحاد الكورة كان عنده مشكلة كبيرة جدا جدا الفترة اللي فاتت دي انه هو مش عارف يسيطر على سفريات كلادنبرج لدرجة ان بعض الاوقات عشان يعرف ان الراجل ده متواجد في مصر والآن كان بيتصب بالرسبشن الخاص بكلادنبرج عشان يعرف هو موجود عشان بيتجاهل ممكن نرد عليهم ولكن المشكلة هنا مش عاوزين نحملها كلادنبرج بس في اتحاد الكورة كان فيه تعاقد معك انت متعاقد مع الراجل ده لابد ان انت تضع في شروط التعاقد بند صريح انه بيقول ان الراجل ده يستمر ان الراجل ده متواجد بشكل يومي وخاصة انه عنده مهام تانية شغال في اتحاد اليوناني شغال في الاتحاد الدولي فعنده مشغولات كتيرة جدا 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 خلينا نقول يمكن بعد ما تولى المهمة بداية السيزون الراجل ده سافر مثلا لا يقل مش على يقل عن 10-15 مرات كان اخرهم مثلا تكسل عالم قعد في قطر حوالي شهر وشوية رجع يوم 20-12 سافر يوم 23 سافر لقضاء الكرسماس ورجع يوم 8 قعد يومين وبعد كده مدعو اتحاد الكورة ده عالو الاجتماع قعد وبعد كده سافر فكل الاحداث الفاترة فاتت دي لأ كان فيه مشكلة وخلينا نقول انا مش عاوز احمل الراجل بس المشكلة محمل اتحاد الكورة برضو ان التعاقد معه ما كانش فيه بند صريح ان الراجل ده يتواجد بشكل يوم وبالتالي خلينا نقول الراجل يمكن قعد في الجلسة دي اشتكى من بعض الامور اشتكى من مثلا ان فيه هجوم عليه حد جدا 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 من الاندية وهو طبعا محتاج حماية الاتحاد الكورة اشتكى طبعا ان فيه بعض التدخلات من بعض عضاء المجلس فيه تعينات مثلا في حكام او حاجة في الراجل برضو عاوز كان ياخد مسئولية بس هو كان فيه شروط ان انت هتقعد هتقعد بشروط معينة اللي انت تستمر ولكن الراجل لقى انه الامور وصلت لطريق مزدود مع الاتحاد الكورة والراجل فعلا عنده مشغولات تانية فبالتالي قدم استقالته مع الاجواء اللي هي مش هيفها مش مناسبة مش يقدر يطور فيها او مش يقدر يشتغل فيها او مش يقدر يدي فيها وعنده مشغولات تانية فبالتالي يمكن والراجل له فعلا قال حاجات صح وقال حاجات غلط ولكن في النهاية لو حملنا المسؤولات نحملها طبعا الاتحاد الكورة وفيه جلسة حاليا جلسة موجودة حاليا في الاتحاد الكورة للمجلس مجتمع حاليا عشان يتكلم على استقالة كلادنبرج واكتم التواصل في الفترة الأخيرة بعد الصورة السيئة اللي صدرها كلادنبرج الاتحاد الكورة في وسائل الإعلام العالمية فتدخل الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة وطالب بطرورة حل الأزمة دي لو الراجل له مسحقات ادهاله وطالب كمان إيه يعني من حصن حظ كمان كيروش اللي كان له 25 ألف دولار طالب اتحاد الكورة برضو الوزير طالب اتحاد الكورة إن ضرورة إنهاء أزمة المسحقات بتاعتهم عشان الموضوع كبير قوي وإحنا مش عاوزين نخلي صورة مصر وحشة في الفترة اللي جاية واعتقد هم هيتم عرض أسماء مجمع من الأسماء يعني هم عندهم نية للتعاقد مع خبير أجنبي أوروبي عنده خبرات كبيرة جدا نشتغل وعنده خبرات في المكان ده وأكيد من ضمن الشروط التعاقد اللي جاية أكيد يعني خلينا نقول احنا بنتعلم بقى من أخطاءنا طبعا إنه يكون فيش رارة التعاقد واضحة شرطة لأنه يكون موجود موجود بشكل يومي خلينا نقول ما فيش رئيس لجلة حكام هو خلي بالك برضو يا سيداند هو قال لهم انتم مجمع تتعاقدتوا معايا دي معلومات من كواليس الاجتماع قال لهم انتم تتعاقدتوا معايا مستشار للجلة التحكيم وليس رئيسة للجلة التحكيم وقال لهم في الجلسة لو عاوزين تعيينه الرئيس لجلة التحكيم مصري أنا ما عنديش مشكلة أنا جاي مستشار ومعنى كلمة مستشار دي يا جماعة أنا عندي مشغولات تانية مش هقدر يتواجد بشكل يومي في الفترة اللي جاي